اعطى مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهات قلميم ودنون عبدالله بعرفة بمركز تنوية الخوارزم التأهيلية بقلميم الانطلاق للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا لسنة 2018 في دورته العادية الذي يعرف ترشح 7172 مرشحا من المتمدرسين و1589 مترشحا من الاحرار على صعيد الجهة تم حضور الترتيبات الاولية لانطلاق الامتحان الوطني الموحد بتنوية الخوارزم بقلميم انطلاق من الساعة السابعة والنصف صباحا حيث حضرنا تلعت تلاميذة للاضريفة التي وردت من الاكاديمية عبر المدير الاقليمية وخلوها من اي فتحة الاغلفة ومشكلة يمس به سلامة المواضيع ثم بعد ذلك توزيع المراقبين على الاقسام ثم بعد ذلك توزيع المواضيع وانطلاق عملية الامتحان على الساعة الثامنة صباحا بعد ان تم التأكد من خلو جميع القاعات من اي هواتف او وسائط الالكترونية وتميزت دورة سنة 2018 بمجموعة من الاجراءات لتأمين الامتحانات في شأن زجر الغش خلال اجراء الاختبارات من بينها احدث فرق محلية لزجر الغش بوسطة الهواتف النقالة باعتماد الالات الكاشفة ومواصلة اعتماد الفرق الاقليمي المتحرك المجهزة بالالات الكاشفة للوسائط الالكترونية وكذا فرد تقديم التزام مصادق عليه من طرف المترشح او نائبه الشرعي ليلتزم بموجبه بعدم حيازة وسيلة من وسائل التواصل الالكتروني داخل فضاءة الامتحان